أولئك الذين يحرمون المولد ويكفرون الأمة لأنها تحتفل بالمولد إذا قالوا لكم لو كان المولد جائزا لو فيه خير لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لفعله أبو بكر لفعله عمر كيف ترد عليهم اسمعوا وانتبهوا جيدا تقولون لهم هذه القاعدة التي شرحها علماء الأصول شو هي هذه القاعدة؟ الترك لا يعني التحريم الترك لا يعني التحريم شو يعني؟ اسمع معي وركز